يعطيكم العافية يا شباب معتمدين الخبز بكرة الساعة واحدة من الوحدة الى الثنتين بدي تكون ومثل ما قلت لكم بصالة نقابة المعلمين الكل بيكون متواجد مع خمسة عشر شخص معهم بدنا نعمل تفقد هون ساعة اتناش ونص نعمل تفقد واحدة للربع الساعة واحدة بدي يكون الكل متواجد هون فهمتوا علي الما بيجي مشان ما يقولي الاشياء الاثنائي الما بيجي خلاص ما بيكون معه خمسة عشر واحد هون ستعاش راح نعفي من الموضوع الخبز صحفيا وبشكل محترف لا يمكن الاعتماد على هذا التشجيل لاثبات الواقعة لازم يكون في مصدر تاني اكده او يكون جاييني من مصدر موثوق ممكن اكد انه هيك صار ولكن نحنا كسوريين بنعرف انه الامور لان نحنا عايشين بسوريا كل عمرنا بتصير بهالطريقة يعني فيه ضغط يعني يوضع ضغط امني ضغط بتهديد بلقمة العيش الطالب ممكن يتحدد بفصله او برسوبه النقاب يمكن يتهدد بسحب الرخصة او بمضايقات امنية وهكذا بتصير الامور في كل قطاع اه يوجد يعني وسيلة ضغط على هالقطاع لحتى يشارك بالعملية يلي مطلوب منه يشارك فيها لتظهر الصورة مثل الصورة يلي شفناها بالايام الماضية ولكن مو هذا يلي انا يحكي مو هذا اللي كشفوا التجهيل بالنسبة الي الكشفوا التجهيل بالنسبة الي هو امر يعني انا كان مدركينه انا وغيري عنا ادراك اليو ولكن برأيي مفيد نحدده ونعرفه لان هذا الشي بيفيدنا بالمستقبل انه هالشخص يللي اتصل مع المعتمدين الخبز ويعني اجبروا على الحضور هنو 15 شخص كل واحد من المعتمدين ممكن هدونيك يجو مجبرين لان هذا ضغط عليهم لكن هذا الشخص هل رح ينتخب بشار الاسد بملء ارادته ام كمان يعني هو مجبر الحقيقة انا بعتقد لا رح ينتخب بملء ارادته او يشارك بملء ارادته يظهر بملء ارادته لان هو شخص مستفيد منتفع هو مسيطر على هذا القطاع على هذه الاقطاعية الصغيرة ومن صالحه تستمر الامور كما هي عليه وعلى فكرة الحكم في الماضي يعني الملوك والسلاطين كان يحكموا بها الطريقة يعني يفوت الملك او السلطان يسيطر على منطقة جغرافية بالقوة بقوة السلاح والجيش بيكون الجيش بايدو ويوزع على اقطاعيات مطلوب من الاقطاعي يعني يكون ولاءه المطلق للملك او السلطان بغض النظر عن مهاراته ومواهبه الى اخره ومطلوب منه شغلتين الرجال والمال الرجال عند اللزوم للحرب والقتال والاخره والمال بحاصص السلطان بماله بطريقة معينة ويتحول هذا الاقطاعي طبعا لا خازن للاموال لصالح السلطان يتحكم في امواله ويحاصص هذه الاموال ويؤمن له الرجال عند اللزوم والحقيقة بسوريا هيك الامور يعني هذا اقطاعي صغير يلي شفنا في اقطاعيين كبار مثل مثلا اريد تصريح من يومين لسامر الدبس رئيس غرفة تجارة او صناعة دمشق عابيقول انه عابيحكي عن الانتصارات وان الامور بخير وفي اهتمام بالصناعة والامل والمستقبل طبعا بما لا يتفق مع واجبه كرئيس غرفة صناعة بانه يحكي الامور كما هي عليه وهو يمكن بالنسبة شخصيا بالنسبة الامور احسن واحسن من قبل يمكن توقفت صناعات باتجاه معين هو كان يقوم بها ولكن يمكن عابيصنع كالتاقون ما منعرف عابيعرب اسلحة لان مثل ما شفنا من يومين ثلاثة كان عنده عرس بالقاهرة لبنته الف مبروك بافخم مكان في القاهرة مئات المدعويين عشرات منهم هنه نجوم يعني واحد ما بحسن يجيب واحد منهم لان بيطلب مبلغ مرؤوم يمكن صرف على هالعرس وهو ياسوري وكل السوريين يشاهدون المعب يلاقوا لقمة خبز حتى ما حط اعتبار لهذا الموضوع صرف عليه ما يمكن ان يطعم فقراء سوريا لثلاثة اربعة شور هذا كمان اقطاعي هو رجل مرتبط بالسلطة بشكل مباشر ويسيطر على قطاع معين بنفس الطريقة والسؤال يلي بدنا نجاوب عليه ويلي بدنا نحوله من الادراك يعني لحتى نعرفه ونسبته كمفهوم بانه هل النظام هو المستفيد من هؤلاء ام هؤلاء هم المستفيدين من استمرار النظام يعني هل الاقطاعيات اللي اوجد النظام صحيح هو اوجده ومستفيد فيه في دعم حكمه واستمراره ولكن هل من مصلحة واحد من هدون الاقطاعيات يعني القضاء على مصالح هذا الاقطاعي وانهاء عملية نفوذه وبالتالي هو حريص على استمرار النظام اكثر بكثير من نظام حريص على هذا الشخص ويعمل كل ما يمكن لا استمرار النظام بغض النظر عن المصلحة العاملة ان بالاساس هو معيار تعيينه وتسليمه هالاقطاعية هو الولاء المطلق والتزامه بتقديم المال بشكل محاصصة دائما هو يتحول لخازن لمال لصالح السلطة والرجال بجيش الدفاع الوطني بحلقات الدبكة بالانتخابات وين يطلب منه لازم يحشدهم طبعا هذا الموضوع مو بس بالقطاع الخاص كمان بالقطاع العام يعني رئيس النقابة هو رئيس اقطاعية رئيس اتحاد الطلبة هو رئيس اقطاعية او اقطاعي على اقطاعية وهكذا كلهم يستفيدوا مثل ما بدهم والطريقة اللي بدهم ياها يفقروا المؤسسة يفقروا القطاع يفقروا الناس ولكن المهم الولاء وتأمين الطلبين عند اللزوم هذا هو اللازم يمكن رامي مخلوف طار لانه يعني تردد في تلبية طلب معين في وقت معين فبيطير فورا مثل ما كان كمان يحصل عند الملوك والسلاطين على كل الانتخابات اذا بدنا نحكي عليها بشكل عام ما حققت اختراق يسكر ما كان فيها شي مفاجئ اللهم انه كان في مبالغة في الاحتفال في المناطق اللي يسيطر عليها النظام مثل ما اتوقعنا بتجيل سابق بانه المناطق اللي ما نمسيطر عليها ما صار فيها اي انتخابات وبالتالي ما ممكن اعتبار الرئيس الاسد يمثل هذه المناطق لان ما احد انتخبوا فيها والمناطق السيطرته جزئية كان في حضور متواضع لبعض الفعاليات لا تشبه ابدا الفعاليات اللي صارت بمناطق سيطرته دمشق واللازقية وحلب وحمص الى اخره يعني بدير الزور بالسويدة درعة صار في مظاهرات ضد الانتخابات وما بتوقع صار في اي انتخابات بالسويدة بدير الزور بالحسكة صار في احتفالات ومشاركة بالانتخابات خجولة للغاية وهون طبعا نرجع منقول مثل ما حكينا بتجيل سابق الوضع يشهد تفسخ يعني مع الاسف سوريا تتفسخ اليوم مناطق النظام صار تكرس رئيسه الموجود بشار الأسد كرئيس للمستقبل في هاي المناطق مناطق الاخرى الى حرية العمل اليوم باتجاهات مختلفة وصلت الامور لحتى انه في بعض المناطق مثل ما شفت اليوم انه صارت تصدر مثلا بطاقات تعريف مثل طالب بطاقة تعريف الطالب باللغة الكردية ما في لغة يعني عربية منشوف مثلا حتى في الشمال انه في معانم كثيرة للحياة اصبحت باللغة التركية في حتى التعامل باللغة التركية في مثلا ايران نفوذ الثقافي خلينا نقول والعمل على تغيير البنية الثقافية لمناطق المتواجدة فيها لافت مو بس بالشرق والجنوب ايضا في حلب فتحة قنصلية وفي تصريحات لا اعلاميين بارزين انه بقصد فتحتها بقصد تعزيز النفوذ الثقافي والعسكري ايضا حتى تجند بعض الشباب او كثير من الشباب لا تنضم لميليشياتها الموجودة هناك الا بالنسبة للمواقف الخارجية من الانتخابات ما رح احكي هنا حتى ما اطور عليكم التشجيل رح احكي عنا باختصار بتشجيل اللاحق رح ان شاء الله حاول ارفعه اليوم ودائما في ناس تكتب لي بالتعليقات انت ما اجبت جديد والحقيقة ما اجبت جديد وهي المصيبة يعني نحنا انه ما في جديد معناتها نحنا ماشيين بالكارثة الي عاديين فيها الى ما شاء الله شكرا لمتابعتكم والى اللقاء اذا عجبك المحتوى وحابب تساعد باستمرار القناة الرجاء الاشتراك فيها او الانتساب الى العضوية من خلال الضغط على الرابط الموجود في صندوق الوصف ادنى مع الشكر جزيل سلفا اشتركوا في القناة